السيدنا السلام عليكم ورحمة الله لا زلنا معكم لا زلنا معكم في إقليم بن سليمان لكن هذه المرة مفاجأة أخرى إن شاء وبناء محطة جديدة للقطار بائق السرعة ما شاء الله تابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية أوفيس ناسيونال دشمان دفير مشاهدين متابعي قناة مشاريع المغرب صور وعلى أرواع هذه الصور من محطة أقدال الريباط وحطينا هنا فالدبانو بمعنى أنه يحول الله فالدبانو مكينة الحراغية مكينة غشبت إقليم بن سليمان هنيئة له لأنه ستنشع فيه مشاريع ضخمة مشاريع عملاقة ستكون مدينة رياضية مجموعة من المرافق الرياضية ومجموعة من الإدارات والمكاتب ومجموعة من الفنادق السياحية وووووو إلى آخره مشاريع ضخمة هاتشي كل شيء إن شاء الله وحتها الطريق هذه ستوسع أكتر فأكتر لأن إقليم بن سليمان أو المركب أو الملعب الحسن الثاني ستتربط بوحدة شبكة طرقية كبيرة ومنها شبكات السكك الحديدية خصوصا قطار فائق السرعة هذه صورة ديال محطة مراكوش وهذه شوفوا هذي ديالش 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 إذا نبي حاول الله إقليم بن سليمان مع موعد مع حطة جديدة قطار تيجي في كين واحد إشكال كنلقاهم في القناة مع بعض التعليقات كنقول لي همرا هذا تيجي في وما كيقول لك لا قول الجي في شنوية تيجي في حنا هاتشي اللي عارفين وهاتشي اللي فهمنا شي حاجة كتشرح ولي نرى لا علاقة هذا تيجي في البورق هذا تلقوا عليه البورق تخن جران بتيجي في تيجي في تخن تيجي جران جي بتيجي بتيجي في هو ماهي الجي في انكوه لحاجة تقول الجي في الجي في الجي في ننكون هذا باقي ما كانش هاتش هاتش الجي في هي هاته ها لا لين دو تخن جران يعني خط ديال القطار خفائق السرعة. محطة دار بيداء المسافرين. وعندنا انواع اخرى من القطارات. كان القطع السريع المكوكي او لا اطلس. كما تشاهدوا معي في الصورة. وهذه هذو ما الانواع دي القطارات اللي كي ينين. هذا اطلس. المسافات الطويلة. وكي توقف بزا. هذا مكان يعني الوصول السريع ايضا والوصول الامن. وهذا نموذج. هذا محطة القنطرة. اظن. هذه محطة دي القنطرة. ما شاء الله كأنها مطار دولي. وهذا نموذج الخاص بالمكسب الوطني السكك الحديدية. من نوع البوراق. محطة طانجة. اذا هذه محطة طانجة. وهذه مجموعة هذه المحطات. هذه المحطة القديمة دي القنطرة. وحدها محطة جديدة. هذه دي القنطرة. اذا ان شاء الله هو بحول الله. قد تم انشاء مجموعة دي المحطات في بن سليمان. من ناحية محطة دي القطار فائق السرعة. ومحطات ايضا اخرى جهوية دي اللغيق قطار الجهوي السريع باذن الله. اذا اخوتي اخواني هانئا لساكنة دي الاقليم بسليمان. مشاريع تنموية قادمة بحول الله. لا محالة. اللهم بارك. هذه الصورة اعجبتني صراحة من اجمل الصور. هذه وقيلة دخل دي القنطرة جيد. اذا نبدأ على بركة الله تحديد الموقع بالضبط الملعب. وايضا محطة القطار الفائق السرعة التجيفي. لاحظوا معي مشاهدين الكرام. مدينة الرباط كتتوجد في هادا النقطة بالذات. باش نفهمو فين كين الملعب والمحطة. ومدينة الدر البيضاء الكبرى. مشاهدين الكرام هيا امامكم. وما نتكلم عنه اليوم الملعب ومحطة القطار كتتوجد في هادا النقطة بالطبط ملعب الحسن الثاني. وبقربه محطة القطار فائق السرعة. شليكي بيين بالملموس مشاهدين الكرام ان المنطقة اللي تواجد فيها او اللي تختار فيها الملعب ديال الحسن الثاني بن بن سليمان تابع لجماعة المنصورية هي هذه بن سليمان. فنقطة استراتيجية جات ما بين قطبين قطب الدر البيضاء لاحظوا معي. قطب الرباط ثم قطب الدر البيضاء. يعني تقريبا في الوسط. مثلا الى قلنا بانه المسافة ما بين الرباط والدر البيضاء مئة كلمتر. فهو كيجي في النقطة الكيلومترية ستين. يعني في المنتصف. هذه النقطة اللولى. والنقطة التانية اللي مهمة وهو انه خارج المدارات الحضارية. باش ما يكونش داك المشكل اللي واقع في المركب محمد الخامس. الاكتضاد لانه راه جاية مقبلة مباريات عالمية وغد يخصنا التساع كيما كنقوله خصك واحد كيما كنقول واحد دخلا كبير واحد دي سباس فضاء كبير للمواقف السيارات ناهيك على الشغب وما ادراك ما الشغب مشاهدين الكرام اللي غد جرى مباريات راه ما خصش يكون السكن تم احداه كيما المشكل ديال ملعب محمد الخامس. اذا موقع استراتيجي تدرس بعناية. اذا نجو نشوفو محطة القطار فين كينا بالضبط. اذا نقربو شوية اكتر باش نحددو الموقع ديال الملعب وايضا محطة القطار لنا وامامكم. اذا مشاهدين الكرام نحددو لكم الملعب. عاد من بعد نحددو لكم فين غادي يكون ان شاء الله. اذا الملعب في هذه المنطقة هي هذه اللي كتشوفو فيها الاشغال. اذا ما شاء الله الاشغال في هذه المنطقة كلها حاليا. ايضا حدش كل شي رافي الخدمة حاليا هنا كي يخدمو في هذه البلاصة مدرج رياضي غونستاد حسن الدو. اذا هذه المنطقة هي اللي غادي يكون فيها الملعب. هنشوفو النقطة التانية فين غادي توجد لنا ان شاء الله المحطة القطار فائق السرعة. ايضا غادي نحط رسومات جديدة ان شاء الله وتصاميم تهيئة اللي غادي يكون فيها المحطة بحول الله وهذا هاد فضاء كله غادي يكون تابع للمحطة بحول الله. ايضا هذي هنا غادي تكون ان شاء الله على حسب تصاميم ديه التهيئة غادي تكون المحطة هنا بالضبط كما غادي تشاهدوا معايا. محطة ديه القطار تجيب هنا. ومحطة لغيز هنا قطار الجيهوي السريع. سوفي ناهيك على ان مدينة الدار البيضاء غدا تتعرف اه انشاء تسادي المحطات كبرى بخمة. ديه القطار فائق السرعة. عدنا محطة جاهنا جامعة المنصورية تكون قريبة الملعب الحسن الثاني. وعدنا محطة جنوب الدار البيضاء. ومحطة القطار فائق السرعة ديال المطار محمد الخامس. وبالتالي مشاهدنا الكرام غادي تكون واحد تهيئة شاملة لهذا المناطق. وحاليا نرى الاجتماعات سارية على قدم واثق للتهيئة والتصاميم غادي خرجوا تصاميم ديال التهيئة ان شاء الله من هالدواوير وهالدواوير اللي كينين هنا كلهم لانه غادي عاد تصاميم ديالهم وغادي ربما غادي تم الترحيل ديالهم اه ربما هناك اخبار عليك يروج بانه غادي بشو الفضالة اظن اظن والله اعلم لانه كين اجتماعات على مستوى الجماعة والبشاوية والعمالة والوزارات ايضا الوزارة تجهيز ايضا داخلها والمجموعة ديال الوزارات المهمة اطار التهيئة الشاملة وبناء مجموعة ديال المشاريع الضخمة منها كيف مقناء ملعب الكبير ومحطتين للقطار فائق السرعة ومحطة ايضا ديال القطار احنا غادي تشوفوا معي في الصور اذا انا اجبت لكم واحد صورة مشاهدنا الكرام اذا الملعب هو هذا امامكم ها هو شته الملعب هو هذا ما انتكلمش عن الملعب وانما هذا الفضاء وهو هذا امامكم صور رسمية من الملف اللي تقدم الكأس العالم ها هو ما الخوتي را كاتبين هنا تشوفوا ما كاتبينش ال جيفي الناس ديال ال فما عليكم الا تغيروها بالطيب غادي جيفي وما قالوش غادي جيفي لين هذه رمحطة القطار فائق السرعة تخان غران فيتاس تخان قطار غران فائق فيتاس السرعة وهنا محطة ديال الوريغ هنا قطار الجهوي السريع لغا هاد المنطقة كل هاد القرية وهاد المدينة الرياضية غادي يتربط بواحد شبكة طرقية وشبكة سيكاك حديدية وشبكة جوية المطار ايضا غايتم التوسيع ديال بن سليمان اذا الناس لاحظوا معايا مجموعة من المرافق اللي غادي يتبنى خدماتي اللهم بارك فهات الصورة مشاهدين الكرام المسروع ديال اه قطار فائق السرعة قنيترا اه مراكوش لكن ما يهمونا نحن وهو هاد المنطقة بالضبط لاحظوا ربط غا غ غون ستاد دي حسن دوشتو ها هو الملعب الحسن الثاني هنا لاحظوا معايا هنا ربط الشبكة بالقطار فائق السرعة والقطار العادي والقطار ايضا ديال لغيه ايضا هادا هو ما يهمونا نحن وما غن نضروش على المشاريع الاخرى لانه ماشي موضوعنا منها ربط قطار فائق السرعة مراكوش وفتجاء اقادير والبارح ان شاء الله راح تمت عملية سريع ديال الدراسات بش يدخلوا مباشرة وعندي اخبار بانه غادي يكون نافق وحا يكون ما مر تحت ارض اه نافق فوح تريمي نافق وحت تونيل عفوا تونيل مسافة كبيرة ان شاء الله غتكون نحو خمسين كلمتر تقريبا اخبار قادمة مفرحة بحول الله من اصل هاد اربعمائة كلمتر اللي غادي يتكون ما بين اه اه قارد سيدي الشوق من قنيطرا الى اتجاه مدينة مراكوش بحول الله اذا تأكيدا لما قلته لكم مشاهدين الكرام لاحظوا معايا استادنا الملعب كين ما يومنا نحن ايضا وهو وجود المحطة ان شاء الله وبحول الله في هاد المكان فهذا النقطة بالضبط هنا غادي تكون المحطة قريبة جدا من الملعب لاحظوا معايا الموقع دي الملعب او لا الموقع دي المحطة في نجا لاحظوا هنا بوزنيقة في اتجاه الملعب عدنا واحد وعشرين كيلو متر تقريبا عشرين كيلو متر وعدنا اه ازناتق تابعة للدار البيضاء تقريبا عدنا هنا ثمانية وعشرين كيلو متر تجاه الملعب وعدنا بن سليمان سنتر تشيرة تابعة لبن سليمان جماعة المنصورية عدنا تسعتاشر كيلو متر وعدنا مركز الجماعة دي المنصورية قريبة بززاف رامكيش شي حاجة كثيرة لاحظوا معايا هنا اربعطاش الكيلو متر ومك نظن انها كثيرة قاعة بزاف رها قريبة لانه ما بين انا فاشتمشيت ما بين الملعب والبحر يعني را ما كاملاش واحد قسمين تقريبا يعني را ما بعيداش كتبالي اربعطاش كثيرة بززاف مشاهدين الكرام اذا لاحظوا معايا موقع استراتيجي لكي يخضوا الملعب ما بين الاقطاب الكبرى قطباء الضر البيضاء والريباط ناهيك على غاتكون واحد لوطوروت جديدة بحول الله اللي غاد يتربط من الرباط مشاهدين الكرام من مدينة الرباط تجاه الضر البيضاء دوزيم وطوروت بحول الله اللي غاد يتخفف العزلة او اتخفف الطريق على الوطوروت القديمة مشاهدين الكرام اذا موقع استراتيجي تدرس بعناية اللهم بارك الذي يهمني هو واحد المشهد وهذا ستلاحظه معايا وهو طريق الجهوية تجاه مركز بن سليمان ومطار بن سليمان اللي مهم عندي وهو تفهموا واحد المسألة وهو مشروع ديال الملعب هو هذا امامكم هذا ركوله ان شاء الله في الاتجاه غادي يكون ان شاء الله مشاريع ديال المرافيق والباركينج على يتيح الموضوع نوم ماشي هو هذا اللي مهم الملعب هو هذا فالان شاء الله هو بحول الله بالنسبة المحطة فهي غادي يتكون في هاد الفضاء ان شاء الله في هاد الاتجاهات يعني غادي يكون هنا مشاريع كثيرة فضل وليس هنا غادي تكون محطة طرقية ومحطة اه مجموعة ديال الفضاءات اللي غادي يتبنى هاد المنطقة اذا شوفوا معايا هذا هو المكان ديال الملعب في الكين الملعب بحول الله اذا لاحظوا معايا الطريق ما بين الملعب والمكان المخصص شوفوا اللي بانو في كينين يعني هاد الفضاء كامل ان شاء الله غادي تنطلق فيه الاشغال بحول الله اذا المشاهدين الكرام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع ونخليكم معهد المشائد البانورامية الرائعة وداخكم سي محمد يحيييكم ما تنسوا الاشتراك والدعم اليك الى اللقاء يا اصدقائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة